بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أصلاف المرسلين مرحبا تلميذ الأعزاء تلميذ سنة ثالثة متوسط اليوم بإذن الله سوف نشوفه درس مهم جدا ألا وهو أو معنون كالآتي أفكسز وش معنى أفكسز؟ بمعنى اللواحق وش معنى اللواحق؟ اللواحق هي مجموعة حروف تلحق الكلمة قد تلحقها من قبل تكون قبلها قد تكون بعدها قدرة تكون قبلها قدرة تكون بعدها الأفكسز هذو ينقسموا إلى قسمين عدنا بريفكسز وعدنا صافكسز صح؟ البريفكسز وشني هما؟ هما مجموعة حروف تأتي قبل الكلمة والكلمة عادة ما تكون أدجكتيف بمعنى الصيفة سمع بريفكسز عادة يجو قبل ويجو قبل واش قبل الصيفة علىه بهمت دونة ضد انتح سمى هاته مجموعة حروف تأتي قبل الصيفة لتكوين ضدها باختصار راح نشوف بعض الأمثلة على الحروف هذو اللي قادر نجو قبل الصيفات عدنا ستة مبدئية راح نشوف استبيل كين لأدم قواعد ثابتة وكين لأدم قواعد أوكي صح؟ أول مثال عدنا وشني هو؟ م هو هذا صح؟ م هذي شنه هي؟ هي بريفكس هي سابقة تأتي عادة 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 قبل الصيفات التي تبتده بالحرف آم والبي عادة يقبل هذه الكلمات أو الصفات اللي فيها الآم والبي بتعطينا ضد انتعها كين قولوا عادة بمعنى تجي معا نسبة 80% من الكلمات التي تبتدئ به بالآم والبي نشوفوا مثال عدنا المثال نتعنا هذا الأول ها ها بمعنى ممكن هاو يبدأ بالبي كين كون حابا ندير ضد انتع وش ندير قبله؟ ندير قبله ام ها هي ام شتولي impossible impossible بمعنى ممكن impossible بمعنى غير ممكن ها هو المثال رقم اثنين mature ها mature mature شمعنها؟ بمعنى بالغ أو ناضج ها هو يبدأ بالآم كين كون حابا ندير ضد انتع وش ندير قبله؟ ندير قبله ام شتولي ام mature بمعنى غير ناضج أوكي هادي البريفكس اللي ولا نتعنا اروحو البريفكس الثاني وشن هي هي ار ار هذه عادة تكون قبل اغلب الصفات التي تبتدي به حرف الار بتعطينا الصفة او ايه الصفة المضادة ثاني نفس الفكرة نسبة ثمانين بالمئة من الصفات التي تبتدي بالآر كين كون حابا ندير ضد انتاحة ندير قبلها الار على نقولكم نسبة ثمانين بالمئة نسبة العيشتين بالمئة هذه كمين راحة الصبرولين بعد نفهمكم فيها بلا نخلق فاك صح عدنا الصفة الاولى نتعنا هذه regular بمعنى منتظم هاي تبدأ بحرف الار كين كون حابا ندير ضد انتاح وش ندير قبلها؟ ار تولي irregular بمعنى غير منتظم الصفة الثانية هاي responsible بش معنىها؟ بمعنى مسؤول غير مسؤول شنه هي irresponsible تفاهمينا؟ جيد صح نجو للبريفكس ساقم ثلاثة اللي هي ال ال هاي عادة نضيفوها لما نضيفوها لمعظم الصفات ثاني نفس الفكرة نسبة ثمانين بالمئة من الصفات التي تبتدي بحرف ال ينكونوا حابا نديرو ضد انتاحها شنديرو قبلها؟ نديرو قبلها ال legal ill legal قانوني تحته وشنه؟ غير قانوني ثم عدنا هادو ثلاثة جماعة عدنا m or and l هادو عادة عندهم قاعدة ثابتة كان مجموعة أخرى من ال prefixes اللي ما عندهمش قاعدة يتحفظوا به بالممالسة عدنا رقم ربعة هادي an صح؟ friendly وش معنى؟ كلمة friendly هادي وش معنى؟ بمعنى ودود هادي بمعنى ودود والصفات هادو جماعة ماذا بنا نحفظهم على نحتاجوهم لاحقا بإذن الله في الوضعية الإدماجية ودود عكس هاو شنهي؟ غير ودود هي an friendly هاهي الصفة هادي كنكون حابا نديرو ضد انتاحها ندير قبلها an تفاهمين؟ sociable بمعنى اجتماعي بمعنى الشخص اجتماعي كنكون حابا نديرو ضد انتاحها فش ندير قبلها؟ an unsociable بمعنى غير اجتماعي عدنا prefix رقم خمسة هادي اوكي اللي هي this هادو نتلاثة اللي يبقى وجماعة هادو رقم ربعة وخمسة وستة ما عندهمش قواعي ثابتة يتحفظوا به بالممالسة نروح الرقم الخمسة this عدنا كلمة loyal بمعنى وفي هادي بمعنى وفي اوكي اكسا وشنهي غير وفي او خاين هاي اللي هي this الملاحظة اجماع احنا وشنهي الصفة التانية هادي تبدأ بالل هاي تبدأ بالل قبل وش قلتكم؟ قلتكم الصفات اللي يبدو بالل شو ديرو قبله ديرو قبلهم واش؟ ديرو قبلهم ال ساكون تفكروا حاجة قلتكم منسبة ثمانين بالمية فقط من هاته الصفات ونضيفولها ال هاذ الصفة اللي قدنا هنا ماهيش داخلك ثمانين بالمية داخلك العشرين بالمية لقعت الصفات الشاذة اوكي بمعنى محترم عكسها وشنهي غير محترم اوكي عدنا الـ prefix الاخير اللي هو ان اوكي عدنا المثال او صفة الاولى اللي هي active بمعنى نشط او شخص نشيط اوكي عكسها وشنهي خامل او كسول اللي هي inactive aware بمعنى واعي عكسها وشنهي غير واعي inaware تفاهمينا عدنا الستة لـ prefix كاين ثلاثة عدنا مقاواعد اللي هما M, R and L وثلاثة اللي يبقى ويتحفظوا به بالممارسة صح نرجعو هنا للقاعدة التانية للفوق جماعة اوكي وش قلنا قلنا وش عدنا عدنا رقم واحد هذي prefix وشنهي هما هما مجموعة حروف نضيفهم لمن للصفات بها يعطونا الأثدات صح نجو للجزء الثاني او القسم الثاني من الدرس التانية اللي هو الصافيكسز الصافيكسز هو شنهي هما هما مجموعة حروف توضاف بعد الكلمة مش قبل بعد الكلمة وعادة نضيفها لمن نضيفها لل للإسم نضيفها لمن للإسم على بها يولي صيفة نضيفها للإسم بها يولي صيفة تفاهمينا صح عدنا زوج يا جماعة عدنا زوج بسيطين جدا عدنا الأولى والثانية لس صح فول هذه عادة كينضيفها للإسم تشدير تزيدنا في الدرجة تعصيفة تزيدنا في الدرجة تعصيفة تزيدنا في الدرجة تعصيفة لس تنقصنا من الدرجة تعصيفة نشوفوا مثال أول نشوفوا مثال لقم واحد كلمة باور كلمة باور وش معناها؟ معناها قوة هنا وشيني هيدا الكلمة وشيني الاصل انتاحها وشيني أو النوع انتاحها؟ ما هي اسم ما هي فعل ما هي صيفة ما هي هاي اسم ها بنرجحها صيفة وش نزيد بعدها؟ نقدر نزيد بعدها فول ولا لاس ماذا تقول لي؟ باور فول ماذا معناها باور فول؟ قوي سمارني كي زدت فول هذي؟ هني زدت الهفاف بالدرجة عندها الصيفة أو عطيتها معنى درجة قوية صح بمعنى ضعيف هني زدت الصافيكس هذا للإسم أعطاني صيفة ذات الدرجة أقل هتفاهمين؟ اوكي شوفوا مثال ثاني هل هل بمعنى مساعدة ها هو اسم حاب نرجحها صيفة وش نقول؟ نقول إنسان مساعد مش تقول لي هل فول هل فول هذي رح صيفة ذات معنى مليح كي ما نقولو اوكي هل بلاس إنسان غير مساعد صح الملاحظة هنا وشن هي يا جمعة؟ فول انت أنا هذي ولاس منضيفهم شل جميع الكلمات نضيفهم بعض كلمات فقط ليتحفظوا به بالممارسة منهم هاتين الكلمتين يشوف نعم كينا ملاحظة ثانية وشن هي فول و لاس مش دايما يضافوا للكلمة كاين من ينضيفوا للكلمة فول و لاس وكاين من ينضيفوا لهم قف فول وكاين من ينضيفوا لها لاس فقط متفاهمينا؟ شوفوا مثال على ذلك كلمة بيوتي شمعنها؟ الجمال صح؟ وشن هي الصفة اللي نقدر نجدوها من هذا الاسم؟ هي جميل أو جميلة شتولي؟ بيوتي فول هاي صفة ذات شقول ذاتها بالدرجة أوكي صح؟ منقدرون نقول وأستاذ بيوتي لس؟ لا نستطيع متفاهمينا؟ هذا درسنا لليوم إن شاء الله يكون درس في المستوى ويكون الاستيعاب في المستوى بإذن الله للتلميذ اللي ما ترقوش للدروس السابقة تجدون الدروس على مستوى قناة أستاذ بندل الأوسامة بأناة اليوتيوب وتجدونها أيضا بالوصف تحت الفيديو بإذن الله هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته